السلام عليكم موضوعنا اليوم سيكون عن حشوات الوجه وبالأخص حشوات الذقن أولا عن الناس اللي يستفيدوا أو الأشخاص اللي يستفيدوا من هذه العملية هم الناس اللي عانوا من تراجع في الذقن إلى الوراء وحيكون معها مصاحب نزول في الشفاء أو انقلاب في الشفاء السفلية إلى الأسفل وحيكون كمان مصاحب فيها عدم تحديد الذقن من المظهر الجانبي الأشخاص الآخرين اللي يستفيدوا منها هم اللي عندهم تراجع بسيط في الذقن أو كبر في الأنف إلى الأمام أو في الشفائف إلى الأمام بحيش أنه يكون المظهر الجانبي غير متناسق العملية تستغرق أقل من ساعة سواء بحشوات السيليكون أو حشوات المتبور هي عملية بسيطة ولكن لا يجب الاستخفاء فيها ما نقول هي قضعة سيليكون بس نحطها في 5 دقائق أو 10 دقائق ونمشي لا يجب الانتباه على الأعصاب الداخلية الانتباه على مكان ووضع الحشوة وأشياء ثانية يجب على الطبيب أو الجراح الانتباه لها في داخل العملية هذه العملية ممكن نسويها لحالها أو بالإضافة إلى عمليات أخرى في الوجه أكثر العمليات شيوعا في الوجه مضافة إلى هذه العملية هي عمليات تجميل الأنف خاصة الناس اللي عندهم عظمة بارزة أشوف كثير من المراجعين يكون عندهم عظمة بارزة وعدم تحديد في شكل الأرنبة بالإضافة إلى تراجع في الدقن فنقدر نعمل العمليات هذه مع بعض ونتيجتها جدا جميلة لأنه ترطي تناسق في الوجه من الجانب ومن الأمام وزي ما تحدثت في البداية عن الشفة كمان يكون فيها تجميل للشفة أن الشفة تكون نازلة ومن فتحها دائما معظم الوقت بسبب ضعف في العضلات بس لما نحط كقطعة سواء سيليكون أو ميتبور تدف العضلة إلى مكانها الطبيعي ويصير تسكيل الفم أفضل والتناسب بين الشفة العلوية والسفلية أفضل بكثير كثير من المراجعين كمان يشتكوا من أو يخافوا من العملية يخافوا على طول الوجه بعد العملية هذه العملية إذا عملت بالشكل الصحيح لا تؤدي إلى طول الوجه أبدا ولكن إلى تقديم الفك إلى الأمام حوريكم هنا على هذه الهيكل هذه الحشوة هي حشوة سيليكون ولما نحطها في المكان الصحيح اللي هو على الذقن من الأمام فنلاقي التقدم صار إلى الأمام فقط وما في شيء من أسفل الذقن زي ما وضحت النمو أو الزيادة ستكون إلى الأمام وليست إلى الأسفل ما في شيء من الأسفل يؤدي إلى نمو أو طول الوجه لما عندنا منظر من الأمام أما طريقة إدخال هذه الحشوة فأنا أستخدم الجرح الخارجي وذلك لعدة أسباب أهمها هو تقديم المضاعفات سواء من الالتهابات أو من ضرر في العصب الشفة السفلية لا سمح الله زي ما أريكم هنا كمان مكان العصب قريب جدا من الحشوة هنا في فتحة وعلى الطرف الثاني في فتحة والحشوة تكون قريبة جدا منها فلما ندخلها من فوق ممكن هذا يؤثر على العصاب وبالإضافة إلى الفتحة تكون قريبة من اللعاب وممكن التهاب هذه الحشوة في المستقبل لا سمح الله الحشوة تثبت في الداخل بغرزة صغيرة بين الحشوة وبين غلاف العظم ولكن هذا ما يمنع حشوة سيليكو من التحرك من اليمين إلى اليسار مع التقدم في العمر ولكن إذا كان الجراح متمكن في هذه العملية فنفس المنطقة اللي نحط فيها الحشوة ما تكون كبيرة عليها فيصير إن شاء الله بإذن الله ما تتحرك أما بالنسبة للحشوات المتبور هذه مثالها هذه نص الحشوة فهي حشوة جامدة وتوضع نص على الطرف واحد والنص الثاني على الطرف الثاني الفرق بينهم بين حشوة المتبور وحشوة السيليكون نسبة الالتهاب حشوة المتبور بالدراسات ليس الكلام عندي بدراسات أقل من حشوة السيليكون أولاً ثانياً حشوة المتبور لازم تثبت على العظم ونستخدم مسامير تيتينيوم صغيرة هذه مسامير تيتينيوم أو براغة تيتينيوم تثبت الحشوة على العظم وتمنع من تحركها في المستقبل زي ما كان حيصير في حشوة السيليكون طبعاً يكثر الحديث عن صعوبة استخراج حشوة المتبور بعد تثبيتها وسؤالي الدائم سواء للجراحين أو للمرضى ليش نبغى نشيلها في المستقبل إذا كانت عملية ناجحة والشكل تحسن فليش الواحد يبغي تشيلها إذا صار لا يسمح الله في التهاب أو كسر فزي ما حطيناها المفروض يكون الجراح قادر على إزالتها فما في مشكلة في إزالتها إذا لازم الأمر بس إذا العملية من الأساس غلط والمفروض بواحد ما يسويها فكل شيء حيبنى على ذلك فهو خطأ الفرق في غرفة عمليات بين العمليتين هو عبارة عشرة ما بين عشرة إلى خمساشة دقيقة وهي بس فقط باستخدام المسامير أو البراغي لتثبيت الحشوة الفتحة نفسها الاثنين يدخلوا من أسفل الذقن وهذا الجرح بعد فترة يخف احمراره أو وجوده ونادر أن أحد يشتكي من الجرح الأسفل نظراً لوجوده في مكان مخبأ أصلاً إذا صار في نمو في الجرح أو أي شيء ممكن معالجته بغطاء من سلكون يلبسوا المراجعة أو المراجعة لمدة شهر باستمرار وهذا يؤدي إلى تحسن الجرح في المستقبل إن شاء الله وكذلك يكون غطينا موضوع تجميل الذقن إذا عندكم أي سؤال ارسلوا لي على السناب أو على الواتساب وحام جاوبكم